بس أذكر أنه منشاستر سيتي مثلاً كان قاعد سنوات طويلة ما ياخدش فوق الخمسين سنة ما ياخدش الدوري الإنجليزي لكن خاد الدوري السنة اللي فاتت بعد القيادة الإماراتية أو بعد يعني ضخ أموال حسنة الأوضاع جابت إدارة جديدة جابت لعبين مختلفين فالحقيقة أنه كان مشهد صعب وأنه آخر أعتقد لكن منشاستر يونايتد واخد الدوري عدة مرات والأكثر تتويجاً بالدوري الإنجليزي منشاستر سيتي بقى كان متعسر بقى له فترة فرجع بقى يقدر أنه هو بالأموال الإماراتية ولكن هل سيكون هناك رفض للأموال القطرية هو ده اللي هنشوفه في الأيام القادمة